صحيح شايف فكرة الثلاثية وتحقيقها والحقيقة والنجاح النادي في تحقيقها في ظل هذه الظروف يعني ليس أقلها كورونا الحقيقة كان في تحديات تشبه كورونا لكن الحقيقة كورونا جات خلصت على كل حاجة على مستوى العالم يعني إزاي الأهل حقق هذه الثلاثية ونطمع إن شاء الله بعد إن شاء الله تبقى ربعية يعني هو زي ما قلت حضرتك أنت يمكن برضو قلت حد كويسة الاستقرار الاستقرار ده بيبقى ناتج عن مفهوم مجلس إدارة النادي الأهلي ومفهوم الناس اللي شغالة في الأجهزة الفنية سواء كرة القدم أو أي أجهزة فنية في أي لعبة تانية إن دائما البطولة أو إحراز البطولة بيؤدي إلى الاستقرار بيؤدي إلى أن مجلس إدارة النهاردة بيبقى فيه ثقة في الأجهزة الفنية طبعا فرة الكرة الحمد لله الفترة الأخيرة يمكن ثلاث إنجازات اللي حضرت قلت عليهم دول إنجازات رائعة للجهاز الفني واللاعبين وأسعدت جماهير النادي الأهلي وأسعدت عشاق النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وأسعدت أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي لأن مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قلت حضرتك دائما يحب الاستقرار ودائما بيحب البطولات ودائما في أي عهد من العهود دائما أي مجلس إدارة بيحب أن يبقى فيه بطولات في عهده كابتا حمود الخطيب ومجلس إدارة الحالي الحمد لله يمكن الفترة الأخيرة دي كان زي ما قلت حضرات كان فيه استقرار والاستقرار ده أدى لبطولاتي يمكن على مدار أسار جدا زي ما حضراتك قلت يمكن فيروس كورونا يمكن كان مؤثر تأثير كبير ولكن الحمد لله الأمور مشت بصفة كويسة وخدنا ثلاث بطولات في فترة وجيزة جدا الحمد لله بأي عين تابع الكابتن فاتح مبروك مشاركة الأهلي في كأس أندية العالم وتحقيقه الميدالي البرونزية مشاركة ست مرات والمركز للمرة التانية لا حقيقة يمكن أنا يمكن من ساعة القرع متعاملت وأنا قلت النادي الأهلي ممكن يخش على المركز التاني يعني أنا كان تأديري النادي الأهلي مركز تاني بس ده كان يستلزم إحنا ما نقعش بقى في بارني ميونيخ في الدولة وهي دي المشكلة لا أن أنت القرع عدتك مع بارني ميونيخ المركز التاني هي دي بس يمكن اللي عملت شيء من الهزة والنادي الأهلي خد البرونزية خد المركز التالت ولكن النادي الأهلي كان يستحيق النادي الآلي على مستوى الفني ومستوى اللعيبة ومستوى خبرات اللعيبة لأ كان يقدر يعد ويأخذ المركز الثاني وانا شاف ان النادي الآلي قد أداء كويس دام الدحيل القطري ممكن برضو كان عامل حساب النادي الآلي جمع وكان متخوف من النادي الآلي والنادي الآلي سيطر يمكن الشط الأول ويمكن كان فيه برضو بعد اترجع للشط الثاني ولكن النادي الآلي كسب هذه المباراحد سفر وكان أداء النادي الآلي الحمد لله كان معramient ماتش بايرني يمكن برضو إحنا يمكن كنا كلنا متوقعين أو الناس كلنا متوقع أو كل الشوق النادي الأهلي كانوا ألأنيهم البايرني ليه البايرني كان ملعب مع دول برضو ممكن مع فرق برشلونة وأرسنال وحق نتائج وهيف سكور فدائما الناس كانت متخوفة دائما يمكن برضو ده حصل يمكن برضو اللعيبها نفسها كانت متخوفة الجازي الفني كان متخوف ولكن أداء النادي الأهلي أداء النادي الأهلي فيه هذه المغبرة أنا كان قوي يمكن برضو إذا كان بيشوف بعض الحاجات الفنية النادي الأهلي تخوف النادي الأهلي تراجع النادي الأهلي كل هذه الأمور لأنه برضو عارف قوة بايرني طبيعي لأنه دي ثقافة كابتن فتح بشكل عام لكن فكرة التواجد في حد ذاتها وتكرارها ممكن يسقل اللعبين ويزيد من الخبرات وبالتالي اللعبين يتعودوا على هذه الأجواء وهذه المقابلات فالأمر يختلف اللي حصل هو ماتش بايرن هو اللي قلق الدنيا دي كلها تعرفوا أمور مش الطبيعية كان نادل هي فعل أخذ مركز تاني بس ماتش بايرن والأرعى وقعتنا فيه وزي ما قلت حضراتك بايرن برضو بطل أوروبا وبطل ألمانيا وماشاء الله وعنده لعيب على أعلى مستوى عنده أعلى مستوى فلعبوا بكرة حديثة وقدروا في هذه المباراة أنهم عايزين إيه الهدف اللي هم عايزين يوصلوله أنه عايز يكسب الحتى لو كسب واحد هو عايز يوصل للفاينال لأنه كان جاي لبردو رحلة سفر طويلة ومشاقة كبيرة جدا هو كان عايز يكسب النادي الأيل لو كسب واحد بس يوصل للفاينال عشان يقدر ياخد الفاينال بالنسباله طبعا تاريخي موسيقى